اثامكم الله وكل ضيق مخرج وكل بلاء عافية اللهم اقضي عنا الدين اللهم اقضي عنا الدين اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر أخي في الله ليس البكاء يقدم ما أخر الله أو يؤخر ما قدم الله البكاء لا يجدي لك شيئا عليك أن تتوكل على الله وأن تحسن الظن بالله فإن الله عند حسن ظن عبده به إياك أتيأس أو تقنط من روح الله ورحمة الله بل توكل على الحي القيوم وتوكل على أرحم الراحمين واسأل الله أن يمدك بالعون والتوفيق والسداد وأن يفتح عليك أبواب الفرج دخل عليه الصلاة والسلام المسجد يوما فرأى أبا أمامة فقال يا أبا أمامة ما أجلسك في المسجد في وقت ليس بوقت صلاة ما أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة قال يا رسول الله هموم غلبتني وديون ركبتني فقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسن وأعوذ بك من الجبن والبخر وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال كلمات طيبات مباركات ودعوات ومستجابات بإذن الله جل جلاله فما من عبد يقولها مؤمنا بها معتقدا لمعناها إلا جعل الله له فرجا ومخرجا قال أبو أمام فقلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني اللهم إني أعوذ بك من الهم الهم الشيء الذي تحمله لما يكون أعوذ بك من الهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والحزن يكون لما وقع وحصل فجمع لك بين الأمرين في همك فيما مضى وفيما هو مستقل وأمرك أن تستعيد بالله اللهم أياء الله أعوذ بك من الهم فإن الإنسان ضعيف وتتكالب عليه هموم الدنيا فما خرج من هم إلا وقع في غيره ولا نجا من كربة إلا أحاطت به غيرها لقد خلقنا الإنسان في كبد ولكن لا يبدل الهموم ولا يزيل الهموم إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنته وننه أخي في الله أراد الله بك خيرا إذا ابتلاك وألهمك الصبر على البلوى أراد الله بك خيرا إذا ابتلاك فانكسر قلبك لبولاك أراد الله بك خيرا إذا جعلت الله نصب عينيك فبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه همومك وغمومك ولسان حالك يقول يا ربي إلى من تكلني إلى ضعيف يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري ولسان حالك يقول يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه أبث إليك الشكوى وألتجو إليك يا من جل وعلا لسان حالك يقول اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب وأزلت الهم عن النون وكشفت الضر عن العباد وأزلت البلاء عنهم أزل عني همي واكشف عني غمي ولا تجعلني أشقى عبادك إليك عندك اللهم لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي أكثر من دعائه وتذرع إليه فإنه والله ثم والله أرحم بك من نفسك بنفسك التي بين جمعيك وإنك إن بثتها كلمات من قلب مؤمن بالله موقن في الله فإن الله لا يخيبك إن العبد إذا دعاه واعتصم بالله والتجاه وصدق في دعائه والتجاه تفتحت أبواب السماوات إذا دع الله صادقا من قلبه وقد أحاطت به همومه في جسده من سقم في الجسد أو مرض أو ألم فأعياه الأطباء وكثر عليه وعظم عليه البلاء أو أعظم عليه بلاؤه في البنات والأبناء وأصبح كلما ضحك أبكاه غمه وأبكاه غمه وأحزنه وأقلقه إن العبد إذا وصل إلى هذا الحال وتوجه إلى الكبير المتعال بصدق ويقين فإن هذا هو المقصود من البلاء المقصود من البلاء الفرار من الله إلى الله أقصود من البلاء أن يبث العبد إلى ربه الشكوى وأن يلتجع إلى الله جل وعلا وأن يتذكر عظمة الله إذا عظم عليك الدين فتذكر لله جل جلاله الذي هو أعظم من الدين ومن كل شيء وإذا عظم عليك الهم في أولادك وبناتك وزوجك وأهلك فتذكر أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن الله حليم وأن الله رحيم فقل يا رب أنت ترى حالي وتعلم ضعفي وتعلم فقري يا ربي إليك التجاءت يا ربي إليك اشتقيت يا ربي إليك بك استعنت وعليك توكلت وفوضت أمري إليك وألجعت ظهري إليك وآمنت بك وأسلمت إليك إذا قلت هذه الكلمات فتحت لها أبواب السماوات وإذا صدعت بهذه الدعوات فإنك حري بتفريج الكربات وتسهيل المهمات إن الله إذا تأذن بالفرج جاءك من حيث لا تحتسب وإنه ما من عبد تضيق به الأرض بما رحبت خاصة إذا خذلك الناس وخاصة إذا تولى عنك القريب والحبيب وخاصة إذا كنت تثق في أحد فخذلك وإذا كنت ترجو أحدا بعد الله فأهانك وأذلك عندها تعلم أن الله يريدك أن تلتجئ إليك أسعد الناس في الدنيا من وجه وجهه إلى الله أسعد الناس في الدنيا من أسلم قلبه لله ومن أحسن دينا من من أسلم أجهه إلى الله وهو محسن أي موقن بأن الفرج من الله إذا أذلك الناس علمت أنه ليس بيدهم عزة ولا ذلة وإذا أهانك الناس وأنت تطلب منهم أن يعينوك ويساعدوك فعلم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرقا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وإذا اشتد عليك الذلاء وعظم منك عليك العناء من زوجة ومن أهل ومن ولد ومن أخ ومن أخت ومن أصدقاء ومن أقرباء وإذا حظمت أذية الناس لك وامتهانهم لك فاعلم أن لك ربا لا يخيبك وأن لك ربا هو منتهى الشكوى وأن لك ربا يسمع السر وأخفى وأن لك ربا يرحمك ويحبك ويحب أن تناديه وتلتجع إليه وتدعوه أم من يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ذكر الله البلاء عن أيوب فقال سبحانه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ناداه وقد عظمت شكواه وعظم بلاؤه وعظم ضره فنادى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته قال أني مسني الضر الحال والشأن أني مسني الضر ولكن أنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهلا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين قال بعض العلماء ذكرى للعابدين أي أن أيوب دعا ربه بيقين فإن الله يستجيب لكل من أصيب ببلاء فدعاه بيقين ذكرى هذه الذكرى تتذكرها في كل بلاء وفي كل خطم وكر في أهلك ومالك وولدك تكون في رغض من العيش وأنت آمن في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك فلا تلبث أن شاء الله بلاءك فنزلت بك المصائب وحلت بك المتاعب فأحاطت بك الديون من كل جانب وأصبحت بعد رغض العيش في ضيقه وفي صلوبته فالبنت تشتكي والابن يشتكي وتصبح في هم وغم وكر ويأتيك ظلع الدين وهم الدين والمغرم والمأثم فعندها تضيق بك الأرض بما رحبت لكن لا يوسعها إلا يقينك بالله جل جلال ولا يبدد هذه الهموم ويذهبها إلا يقينك بأن الله أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك يا هذا أن صدقت مع الله صدقك من هذا الذي وقف بباب الله فطرده